شكرا لك محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جنيتش مجاز الأخبار من تلفزيون المصري أهلا بكم يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوبة على الشتاحل الشمالي الغربية وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية سفير بسام رادي أن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط وتختص القاعدة بتأمين البلد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربية وسوني مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحرية وذلك باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوية وأوضح المتحدث أن القاعدة تمثل إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط وذلك لمجابهة أي التحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولية للكتاب في اليوم الثالث من افتاحه أمام الجمهور وكان اليوم الثاني من معرض القاهرة الدولية للكتاب في دورته الثانية والخمسين التي تقام تحت عنوان في القراءة حية شاهد زيارة 90 ألف مواطن لقاعات المعرض وهي الطاقة الاستيعابية القصوى التي حددتها إدارة المعرض للحضور اليومي مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا احتفلت الجالية المصرية في مقاطعة أنتاريو بإضاءة بورج سي أن تاور وهو أعلى مبنى في كندا بألوان العالم المصري وذلك احتفالا بانطلاق شهر التراث المصري في كندا وتجمع المصريون في الشوارع القريبة من المبنى الشهير بمدينة ترونتو للاحتفال بإنارة البرج بألوان العالم وهو الحدث الذي تم تنظيمه من قبل الهيئة الكندية لتراث المصرية ويعتبر بورج سي أن تاور أحد المعالم الرئيسية في كندا وهو بورج اتصالات ومراقبة يقع وسط مدينة ترونتو قبرى المدن الكندية وعصمة أقليب وونتاريو ويعد أحد أبرض وأطول أبراج العالم حيث يبلغ ارتفاع 550 مترا وتم الانتهاء من بنائه في عام 1973 أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 666 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاءهم ليرتفع إجمالي متعافين من الفيروس إلى 212725 متعافيا وقالت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 198 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس بالإضافة إلى وفاة 21 حالة جديدة مشيرة أن إجمالي العدد الذي تم التسجيل في مصر بفيروس كورونا هو 281.722 حالة من ضمنهم 212.725 حالة تم شفاءها و16.215 حالة وفاة سجلت الصين 23 حالة إصابة جديدة بأكدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 18 حالة في اليوم السابق وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج مشيرة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 91.833 حالة وفي حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4.636 حالة أفاد مصدر أمني عراقي بوقوع قتلى وقرح إثر هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار وقال المصدر أن خلايا التنظيم الإرهابي قامت بشن هجوم من خمسة محاور بالقرب من بحيرة حديثة في الأنبار ما أصفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين وأشار المصدر الأمني إلى انتقال القوات الأمنية وتكثيف الاستنفار الأمني في محيط الهجوم وفي السياق النوتصل أفاد مصدر الأمني باستهداف خطين لنقل الكهرباء بالقرب من الموصل أعلى التحالف العربي تدمير طائرة مصيرة مفخخة داخل الأراضي اليمنية أطلقتها قوات الحوثي باتجاه جنوبي السعودية وقال التحالف العربي أنه تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابع لقوات الحوثي بالأجواء اليمنية أطلقت باتجاه مدينة خميس مرشيط جنوب غربي السعودية وأشار إلى استمرار محاولات قوات الحوثي تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية مؤكدا أنه يتخذ الإجراءات العلمالياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك نهاية مجازة الثامنة فاصل ونعود لاستكمال فقرات برنامج صباح الخير يا مصر